ونبدأ مشوارنا معاكم لليوم في برنامج الله يصبحكم بالخير ضعف الثقافة الوطنية في مجتمعنا وأثر في تعطيل استحقاق دولتنا عنوان مشروع يندرج دمنا مبادرة أكبر وهي مشروع المواطنة الذي بدأ قبل ست سنوات من مبادرة من وزارة التربية والتعليم وإبداع المعلم لتصلية الضوء على فحوة هذا المشروع نستضيف الأستاذة المشرفة على المشروع العام عبير حامد الله يصبحك بالخير بسعادة صباح كيف كانت بداية نهارك لليوم؟ تمام بداية استعبيرت توضحي لنا أكتر عن المشروع وأديش مهم للطلاب أن يكون في مشروع مثل هيك أسعد الله صباحك وصباح كل المشاهدين شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة وأشكلكم على الاهتمام بهذا الموضوع دعيني أعرفك بمشروع المواطنة بشكل عام تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مركز إبداع المعلم بطرح هذا المشروع الثانويا وتعتبر مدرسة بنات عينية برود الثانوية ضمن المدارس المكلفة بعمل هذا المشروع منذ عدة سنوات ولكنني أكون بهذا المشروع لأول مرة طبعا هذا المشروع عنوانه ضعف الثقافة الوطنية في مجتمعنا الفلسطيني وأثره في تعطيل استحقاق دولتنا للعام 2012 هذا المشروع كان تحكمه في مديرية التربية والتعليم لمحافظة رامالة والبيلة في السابع من أيار الماضي وكانت تكريمه من مركز إبداع المعلم في الواحد وثلاثين أيضا من أيار الماضي طبعا هذا المشروع نفذه الصف التاسع سبعة وثلاثين طالبة الصف التاسع هي الفئة المستهدفة من الخامس إلى التاسع أي صف من هذه الصوف من الخامس إلى التاسع طبعا هذا المشروع لربما أن هناك مكونات عديدة للثقافة الوطنية ونحن ركزنا على مكون وهو التاريخ حتى نقول أننا أقوياء بهذا التاريخ أو عامل مساعد لقيام الدولة لحظنا في تركيز على الصف التاسع لماذا الصف التاسع بالأساس؟ هو فئة عمرية من الخامس إلى التاسع ونحن نختار صف معين واخترت الصف التاسع كيف بلشت بالمشروع؟ نعم كان هناك تصويت على عدة مشاكل وبعد إجراء التصويت الديمقراطي في الصف تم اختيار هذا الموضوع بالتأكيد بتوجيه معين هذا يعني أن المشاكل طلاب هم اللي حكوا عنها نعم هناك مشكلة مثلا بضعف الثقافة وانتو اخترتوا هذا المشكلة هناك مشكلات معينة تترحى الطالبات ونحن نصوت على المشكلة الأكثر حظا من الأصوات ولا ربما يكون هناك توجيه معين من المعلم لاختيار هذا الموضوع بالذات برايك كيف مهم هذه المشاريع للطلاب؟ نعم هناك عدة نقاط لأهمية هذا الموضوع بالذات طبعا أولا نظرا لمحدودية الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالذات وإن تطرقت إليه فبصورة غير مباشرة مما يجعل منه إضاءة وإضافة نوعية لطرق الأبواب المسؤولين وصناع القرار أيضا من الصعب أن نطالب بدولة فلسطينية ونحن نجهل محطات أساسية مفصلية في قضيتنا أيضا حين نمتلك المعرفة بتاريخنا نكون أصحاب حق وقوة ونتسلح به ماليني للدولة أنا أقول بأن هذا عامل وحيد لإقامة الدولة ولربما عامل مساعد أيضا اتضح ندرة من تطرق إلى هذا الموضوع فاعتمدنا على المقابلات كمادة أساسية لأدبيات هذا المشروع فقمنا بإجراء ما يقارب الثلاثين مقابلة مع جهات حكومية وغير حكومية ومعظمها متوفرة كامل للفيديو ما لتم الحديث معاهم؟ تم التحدث معهم بأسئلة تقييس هل هناك ضعف الثقافة كيف يمكن لكم كجهة حكومية أو غير حكومية أن تتعاملوا مع هذه القضية كيف يمكن لكم أن تدعموا مثل هذا الموضوع بعد خروج توصياته وبالفعل كان هذا الجميل بالموضوع لأنه معظم الجهات التي تعاوننا معها في المقابلات غطت المشروع وبالفعل تبنت المشروع بعد خروج توصياته وهناك أربعة عشر جهة إعلامية غطت المشروع من ضمنها المحلية والعربية أكيد المشروع أخذ أربع شهور وأنت واجهته كثير من مشاكل مثلما كل مشروع بدايته بواجه مشاكل اللي ممكن يكون من أهمها التمويل مثلا تحكينا أكثر عن الصعوبات اللي واجهتوها نعم كان هناك أربعة صعوبات طبعا إضافة لندرة أردبيات التي تحدثت عنها أربعة صعوبات تمثلت بالدعم المادي نحن تغلبنا على هذه المشكلة من قبل مجلس أمهات المدرسة في قرية عين يبلود الذين دعموا هذا المشروع وهذا بالفعل كان إنجاز لأن الأمهات يدعمنا أن تسجل طالبات بناتهن التسجيل الإذاعي ولربما هنا كسر حاجز تحفظ المجتمع الخراوي أقصد هنا على التسجيلات الإذاعية يعني أحدث عن هذا الموضوع أكثر أو توعية فيه أكثر نعم سأتحدث عنها في النشاطات دعيني أكمل الصعوبات الدعم المادي الصعوبة الأولى واللبس الذي حدث فيه فيه الموضوع نحن نتحدث عن استحقاق الحق بالدولة لا نتحدث عن استحقاق أيلول تحديدا أيضا صعوبة تنسيق المقابلة كانت تأخذ الوقت والجهد الكبير أيضا بعض الجهات لم تتعاون ولم تقابلنا بالنسبة عزيزتي للنشاطات كان هناك عدة نشاطات ارتدنا المكتبات العامة مكتبة جمعة بيرزيت بلدية البير العامة إضافة للأدبيات من الإنترنت وقمنا أهم نشاطات هذا المشروع تسجيل 60 أسبوت إذاعي من قبل طلبة الصفاء التاسع بصوت الطالبات ونفس المعلومات التي وزعناها بالاستبيان التشخيص لنقيص حجم هذه المشكلة تناولناها في هذه الأسبوتات وعممناها على معظم الإذاعات الفلسطينية ما كانت تحتوي هذه الأسبوتات؟ هل كانت شعارات توعية؟ أو كانت فقط أسبوتات إذاعية بين مقابلات بين فتيات مدارس يحكوا عن الموضوع؟ ما كانت طبيعة هذه الأسبوتات التي كنت توضعها؟ نعم بداية الشعار الذي رفعناه في هذا البرنامج وهو ذاته عنوان البرنامج الإذاعي من واجبنا أن نعرف كي نستحق فلسطين هذه الأسبوتات تناولت معلومات مفصلية أساسية في تاريخ قضيتنا من المفترض أن كل متلقي بغض النظر عن فئاته العمرية لا بد أن يعيبها أن يعرفها أنا لا أتحدث عن تفاصيل في التاريخ الفلسطينية والأوروبا لا أتحدث عن أساسيات وهذا بالفعل ما تبين بأن المواطنين بشكل عام حتى المتعلمين يجهلون هذه المحطات وكيف ستتعاملوا مع هذه الطالبات؟ يعني أنتوا بلشتوا معمال مع طالبات طالبات صفتاسة كيف شفتوا عمل الطالبات مع هذا الموضوع؟ بداية هم اللي اختاروا الموضوع اللي يحكي عنه أنت حكيت من خلال تصويتا من الاختيار كيف هم راح يعني كيف كملوا في هذا المشروع؟ هل هم كانوا على القدرة أنهم يكملوا في هكذا مشروع يعملوا يقوموا بالاستبيانات يعملوا أنت حكيتين لأنهم عملوا 30 مقابلة مع جهات حكومية وغير حكومية يحكوا عن هذا الموضوع يقوموا بعمل سبوتات إذاعية يعني هذا العمل كتير حلو كتير قوي كمان لطالبات مدارسهم يقوموا بعمل هيك؟ نعم بالتأكيد المواطنة لربما هي محاكاة القوانين المحلية ومدى تطبيقها ضمن البيئة المحيطة نحن حاولنا أن ندرب الطالبات على المواطنة وكان هناك تفاعل كبير كان هناك تدريب لمدة أربعة شهور يعني التدريب كان يأخذ منه حتى الساعة السابعة مساءًا أحياناً داخل المدرسة وأحياناً خارج المدرسة يعني كان هناك تدريب مكثف للطالبات وبالفعل كنا على قدر هذه المسؤولية ولكن مفهوم المواطني هو مفهوم كثير دسمي صاحب على طلاب بهذا العمر يفهمون كيف تعاملتم مع الموضوع؟ يعني لربما بالتدريب بالتحبيب بالموضوع كان هناك وسائل كثيرة استخدمات يعني نستخدم وسائل لمنهجية مثلا وسائل خشبية وسائل لوحات كثير من الأساليب التي تحبب الطالب وترغب الطالب بالعمل مثل هذا المشروع وتكسر حاجز التعب أو حاجز الصعوبة في مثل هذا الموضوع ونتائج المشروع كيف كانت؟ نعم كان هناك نتائج كثيرة طبعاً قبل نتائج وفرت تحكينا عن الفعاليات المشروع إيش تم بالضبط يعني غير تسجيل حلقات إذاعية نعم لربما نحن تحدثنا عن هذه النشاطات كانت مثل ما قلت ارتياد المكتبات كانت المقابلات الثلاثين لأن هناك ندرى في أدبيات الموضوع مثل ما ذكرت أيضاً كانت تسجيل 60 اسبوت إذاعي في إذاعة المستقبل في مدينة رامالله هذه الاسبوتات تقريباً معظم الإذاعات المحلية قامت ببثها حتى ندعم بث الاسبوتات على معظم الإذاعات المحلية لندعم بناء الدولة الفلسطينية من طلبات مدارس بالنسبة لنتائج المشروع بالتأكيد حسن المشروع في معرفة الطالبات للنظام السياسي الفلسطيني وأليات صنع السياسات العامة أبرز مواهبهن قوى شخصياتهن خاصة أثناء المقابلات معظم الجهات هذا إنجاز داني معظم الجهات التي تعاوننا معها وعدت بالتغطية الإعلامية وهذا ما حدث بالفعل أيضاً طبعاً مجلس أمهات المدرسة يدعم تسجيل الطالبات هذا بالفعل كسر حاجز تحفظ المجتمع ما في مشاريع أنه المشروع مثلاً يتنفذ في كل مدارس مثلاً نحكي المدارس الفلسطينية لأنه كثير بيكون في إله مردود على شخصية الطالب ومفيد لإله يعني أكتر من هو منهج نقدر نحكيه هو نشاطات لا منهجية ولكنه كثير مفيد لإله بتأكيد بتأكيد هو نشاط لا منهجي وكان هناك ترحيب من معظم الجهات التي تلقت هذا الموضوع وإيضاً ترحيب من الطالبات ومن أهالي الطالبات يعني إحياناً نتمنى لكم التوفيق دائماً نتمنى لسه كمان المشروع يعمم على كل المدارس لحتى يستفيدوا منه نشكر أنت شكراً شغلك في المشروع نشكر وقتك معنا اليوم عبير حامد الأستاذ المشرف على مشروع وضع في الثقافة الوطنية في مجتمعنا الفلسطيني شكراً لك شكراً لكم من تابع فقرات برنامجنا ولكن من بعد هالفاصل خليكم معنا